ناخد تفاعل الناس الحسابات الرسمية تحديدا اللي اتكلمت عن هذه الزكرة واتكلمه مع الجمهور النادي الأهلي والجماهير بشكل عام في كواليس هذا اللقاء فنبتدي بحساب الفيفا مثلا حساب الفيفا قال إيه زي ما حضراتكم مشايفين كده على تويتر قال الأهلي من عام واحد بهدف أفشة في الدقائق الأخيرة حسم المنافسة الشرسة أمام الزمالك وفاز الأهلي بنهاء القرن هو فعلا نهاء القرن كان يوم رائع لواحد من أكثر الأندية الجماهيرية دعما بشجب في الكوكب ده تعبيرات الفيفا والحساب الرسمي يوم على تويتر بخصوص هذه المباراة وهذا اليوم وبخصوص جماهيري النادي الأهلي تعالوا نخش باعلى واحد من النجوم هذه المباراة وبصراحة كلهم كانوا نجوم بس عمر السلية جاب الهدف الأول الناس مركزة شوية مع جن أفشة طبعا لأنه هو الجن الحاسم لكن برضو جن عمر السلية لا يقل له قيمة أبدا أبدا عن جن أفشة خالص لأنه ساهم احنا كسبنا اتنين واحد الاتنين منهم هدف عمر السلية فالسلية قال ايه زي ما حدركم شايفين كده من خلال حسابه الرسمي على انستجرام قال الزكر السنوية الأولى على أغلى بطولة وأهم بطولة في حياتي فاكر اليوم ده بكل تفاصيله فاكر كل لحظة في المباراة من توطر وضغط عصبي وخوف على ضياع التعب وحلم سنين الفرحة بطولة مفيش حاجة توصفها غير الدموع شفنا دموع السلية بعد المطش اللي كان اللي من القلب الدموع اللي من القلب مكافأة كبيرة من ربنا بالهدف الأغلى والبطولة الأغلى في حياتي مجهود جماعي ينسب لكل فرد في المنظومة ساهم في الحصول على هذا اللقب الغالي أنا بحبه عمر الشلية بصراحة أنا بحبه عمر الشلية اللعيب كبير جدا ولعيب مؤثر وفي المطشط الكبيرة بتلاقيه بشخصية كبيرة قوي 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 فساهم بشكل كبير وكلمات تعبر وممكن ما تكفيش للتعبير عن الفرحة اللي كانت في اليوم ده وبهدفه كمان اللي جابه فيه الدقائق الأولى من أحداث اللقاء تعالا كمان نروح بقى مين بقى؟ صاحب القاضية محمد مجدي أفش واللي كتب على حسابه على انستجرام سنة كاملة فاتت على واحد من أغلى الأهدف في حياتي للمرة الأولى وممكن الأخيرة اللي هحتفل فيها بذكر الهدف الجميل اللي حسم لقب غالي جدا للنادي الأكبر في أفريقيا الأخيرة لإني مقتنع إنها جزء من التاريخ وإن القادم إن شاء الله لازم يكون أفضل بص هنا الثقافة العقلية بتاعة أفشب وميزة قوي قوي يعني وأكثر كمان وإن لعيب القر بينتهي مستقبله إنه يعيش على ماضيه فهو مش عايز يعيش على ماضيه هو عنده طموح أكتر كمان هو يحقق ألقاب أكتر مع الأهل يعني اسم الشهرة القضية والقضية بتيجي في النهاية وأنا بقول لك إن شاء الله دي مش نهاية دي بداية لأحلام كبيرة وكتيرة لليت 27 نوفمبر وبعد خط النص بشوية أفريقيا أهلي في ودنك ده بيقول لك بقى اللي كان بيفكر فيه هو بيسدد القورة يعني والقورة في وش رجلك والباقي إنتوا عارفين طبعا لكل جمهور الأهلي سنة حلوة يا جميل ده كلام محمد مجدي أفشة طبعا نجم هذه المباراة والساهم بالشكل المؤثر جدا في فوز النادي الأهلي بهذا اللقب الحساب الرسمي النادي الأهلي على تويتر نشر صورة كاريكاتير لمعلول عن اللقطة الشهيرة تماث للمعلول وكتبوا كانت هنا البداية أو هما كده كتبوا البداية فبالتالي هي فعلا 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 كتب ده من عند علي معلول رامي التماس الرجل لعبها ما تذكر لعمر سلية فعمر سلية لعبها أكيد متذكر يعني لعبها طولية جوا منطقة الجزاء طلح محمود على قب دماغه وصلت لأفشة حسنت بركبته ورح بوش رجله حطاه في الجن جن تفاصيله كلها ما تتنسيش بكل تأكيد ولحظات مهمة جدا بيسعد بها دائما وحيسعد بها دائما وأبدا نماهير النادي الأهلي